أتعبت في تربيتي خلوقي وأدابي وكذا راحاتي نوعتني دربي إن حبك يا أمي وإن حبك يا أبي حبكم يجري في دمي بمساحة مرحبا بكم مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم أولادنا تحت جنحنا أولادنا تحت جنحنا حصة تجيب على تسؤولتكم أنتما يا أولياء في كل مرة على بالي عندكم تساؤلات باش تربي أولادكم بالطريقة السليمة احنا مع أخي السعيين بكل توضع نحاول أننا نجيب على هذه التساؤلات هذه بالمرات نصيحة بسيطة تقدر تساهم في تربية النشأ اليوم عندنا موضوع مهم هو موضوع الطفل والتلفاز لنفع إلى تلفزيون كيفاش نقدروا نعرفوا البرامج التي تليق بولدنا في أي سن ما هما البرامج التي تتلقم مع مراحل النمو تعولدنا كيفاش نقدروا نرقبوا هذا البرامج إن شاء الله مع أخي السعيين اليوم رايحين نفيدكم يرفقني اليوم السيدة حرية خدير أخي السعية نفسانية تفضلي مدام تفضلي شكرا مرحبا بك مدام جيلي أعيشك صحة تفضلي تفضلي مدام تفضلي هذا تفضلي ١٢ سنة مرحبا بك أروح وليدي ماذا لك مهدي؟ ملح لا بأس ماذا حال في عمرك مهدي؟ سبعة سنوات سبع سنوات في أي سنة تدرس؟ سنة ثالثة وابتدائي ابتدائي؟ مش ثالثة متوسط لا لا ابتدائي؟ الله يبارك لا شاطر أنت في دراستك؟ لا شاطر؟ شعجبت مؤادل؟ ثمانية فاصل ثلاثة واردعة أوه شاطر برافو 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 وليدي ومجيبت المدرسية تديرهم وحدك أو حتى يقولوا لك يا ماما وبابا رح تقرأ رح تقرأ منظم؟ نعم منظم أنت في الوقت تديرك؟ منظم وقتي وعندك تصرفتي لها نظام أوه برافو 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 كنت يا أتفاك ما هديش حال منظم ديرك حتى التصرفات تديري منظمة الله يبارك عندك وقت للعب عندك يا أخي؟ نعم الله يبارك الله يبارك ولدي إذن تفضل دي الواجبات المدرسية تعكم في هذا المكتب الجميل اللي خليناه لك نعم وانتم يا أطفال هذا هو الوقت اللي ترحوا تديروا فيه الواجبات المدرسية تعكم مرحبا بكم مرحبا بكم شكرا 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 على الاستجابة لهذه الدعوة هذه اليوم أرانا في موضوع مهم وشائك كذلك أنا بحكم تجربتي كمواطن وكأب وكامل اسمها دايما الأولياء أنا أوليدي ما وشي نحي عينه قعم التليفزيون أنا أوليدي ولكن المشكلة أنا نقولهم يا أولياء مش شيء أنه أوليدك ما ينحيش عينه من التليفزيون المشكلة أنه أوليدك وش راوي يشوف هذا هو احنا حبينا اليوم معكم نترقل هذا الموضوع ونشوفه كيف هاش هذا الطفل يا هلتارا كيفاش نقدرون نرقبوه يا هلتارا احنا عنا المعلومات الكافية باش نعرفوه أي برامج يشوفها ولم يشوفهاش وخاصة بعد الانفتاح احنا تليفزيونة الجزائرية فيها رقبة الحمد لله دولة مسلمة عندها تقاليد وكامل يعني ما كانش بزاف العنف والبرامج يعني لم يقدرش يشوف هالطفل بزاف ولكن نظروا كما الانفتاح مع البرابول مع الانترنت وكامل يعني الطفل عرضة عرضة لأي برنامج اللي ما يهموش وما يتمشاش معه ما راحل لنموتعوه لما دبينا نبدأ بك سيدة حرية خذير أخي نفسانية تعاملتي مع الأطفال وعلى الأولياء وعلى المراهقين وكامل احنا الحصة تعناه التهم الطفل يعني هو رضيع حتى حتى المراهق حتى يعني حتى يكبروا ليعرف صلاحه كما يقولوا وين دائما الأولياء يتسألوا كيفش ما هي نصائح حرية أهلولادهم كيفش يتعاملوا معاهم في هذا السن هذا لقبل الرشد كما يقولوا ما دبينا تكلمين على هذا الموضوع على الطفل والتلفاز الانفان إلى التلفزيون بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بك مدام شكرك جزيل الشكر على الدعوة هذا الموضوع موضوع حساس وشائك كما قلت هو جهاز مرئي وسمعي وبصري عنده دور دياله ليلعبوا يقدر هو سلاح ذو حدين يقدر يلعب الجانب الإيجابي وكاين الجانب السلبي يعني هذا التلفاز قدر ما يقدر يربي قدر ما يقدر يهدم وخاصة الأطفال الصغار أصبح قيلة في أحد الأسر الجزائرية سئلت طفلة قالوا لها ممن تتكون الأسرة ديالك وش قالت لهم قلت لهم عندي ماما بابا جدي جدتي والتلفزيون يعني شوف البراءة يعني شوف الأثر تلفزيون وش أرجعت أحسباته كيشغل فرد من أفرد الأسرة يعني خطر كان يخليها ساعات وساعات وساعات كانت تتلقى مع التلفاز قدر ما تتلقى مع والديها وخوتها وكامل تقول لك هذا روعود وما العائلة هذا يعني هنا وش نقول الأولياء يلعبوا تدور كبير على الأولياء يعني التقديم محاولة نظاما ما نقدرونش نقدرهم ما نقدرونش نحولهم التلفاز يعني نقسمو لهم وقتهم يعني على الأقل بعد الدراسة نخصلهم لو كان ساعة ولكن الخطر وين يكمل كي يكون الطفل الصغير يعني الطفولة المبكرة نخليه يشوف كامل البرامج يعني الأفلام العدوانية الأفلام المخيفة الأفلام تعالحرب يعني ما يفهمش تعالعنف يعني ما يفهمش هو بالنسبة لي هذه الحياة هذه الأفلام هذه تسيبه يدرب في حتى يدرب في صحابه الصغر يدرب في خوته يدرب تتقول هذا الطفل هذا ما يتعلم من ينجب هذا العنف وخاصة هذا الطفل في هذه المرحلة عنده ذكاء دياله وكل ما يتعلق بالعمليات العقلية المعقدة فطرية يعني قابل لتسجيل قابل للاستيعاب بصورة فائقة يعني إحنا هنا ورقة بيضة يعني ورقة بيضة نقدروا نصنعوا فيه نقدروا نسجلوا فيه أشياء كيما نقدروا نزرعوا فيه أشياء جميلة كيما نقدروا نزرعوا فيه الأشياء السلبية يعني كيف نقدروا نشرحوا الأطفال اللي عندهم ما زال ما يدخلوش إلى المدارس الإبتدائية يعني معظم الأسل الجزائرية وخاصة في العاصمة في العاصمة يحسنون تكلم اللغة الفيرنسية عشرين وثلاثين في المئة منين تعلموها؟ يعني الرسوم المتحركة للأجنبية يعني باش تشوف النوعية اللي تقدمها هذا البرامج يعني الرسوم المتحركة يعني تحدي يعني دخلت المنازل واستعمرتنا في ولدنا يعني وعلا لأنا وجدت فراغ فراغ اجتماعي وفراغ عاطفي في الأسر يعني من المفروض في التلفاز هذه من المفروض البرامج الأجنبية وكامل احنا ما عندنا حتى ما عندناش عنصرية ما عندناش لكن ولكن لازمها تكون تكميلية للبرامج نتعنا نتعنا لمبنية على الواقع الاجتماعي الواقع الاجتماعي نقولهم مثلا في أغنية الطفل لما بديت حصات مع عم ويازيد كنت نتكلم معهم نقولهم بزاف يقول لي علش بديت تدير هذه الحصة وكامل شفت باللي كين فراغ 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 هذا الفراغ خلّ أولدنا أنا ماناش نقول ما لازمش ما شوفوه ولكن لازم يتشبع بالبرامج وبالأغاني وبالأدب والمصرح وكامل نتعنا اللي مبني على أسس الواقع الاجتماعي والقيم منتعنا من بعد تكملوا بالبرامج الأخرى يعني تكون تكملية انت خلاص رك حصنته بالبرامج اللي فيها القيم منتعنا من بعد هو يعرف وحده هذا ما نحبوش هذا ما نشوفه هذا مليح وحده يعرف القيم منتعنا إذا كان من الأول كان فيه فراغ وهذا الطفل هذا تشبع مباشرة من البرامج من قرشة جنبية ولكن مختلفة للواقع الموادع اللي تعالجها والقيم اللي تتناولها مختلفة على القيم منتعنا الجزائرية هذا هو احنا أنا منظلوا من هذا الشيء من أجل هذا الشيء هذا لأنه باش ولدنا يكبروا عن القيم منتعنا يعني حابتنا نضيف حاجة بركي حب ذا لو كانت برامج تواعنا يعني ما نديروش يعني كلا كلا الجناحين أو الشرقي أو الغربي حب ذا لو عندنا برامج تواعنا جزائرية عندنا ثورات عندنا ثورات أمازيغي عندنا ثورات جزائري عندنا قصص 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 حكوهانا ازمان ادباء يعني كان درناهم في موضوع في رسوم تحركة في قصص حية في قصص يعني تجلب تجلب الطفل الجزائري يعني تخضع للمجتمع الجزائري تقاليد توقص تواعنا عياد ديا 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 يعني حتى الطفل أنا بالمرات شفا كنت صغير كنت نشوف بالمرات بعض البرامج ما نحسش روحي فيها يعني ما نحسش روحي معني بالمرات تشوف برنامج تشوف روحك معني مثلا العائلة الجزائريين أخرجوا شوي على الطفل لما تشوف مسلسل الجزائري وكامل شفتي في شهر رمضان وكامل كيفاش الناس تشوف البرامج وتحبها علاش؟ توقيت مثلا نجي برنامج أجنبي ولا وشي شوف كل حلم كل حلم يعني حاجة ما يقدر كاش نهار يعيشها يعني هذه هي الشيء اللي ما تنميش فيه خاصة الطفل ما لازمش يعيش في الخيال أكيد وحبيت نقول يعني هنا نداء يكن نوجه السلوطات المعنية ووصلت الأسرة الجزائرية أنا هادي جربتها أنا في بنتي تشوف تلما رسوم تحركة أجنبية وصلت حتى كي قالت لي ماما وإحنا ما عندناش بابا نوال حقيقة في الأعياد المواسيم دي والهم كيف يقدسوا الأعياد دي والهم ومع ذاك حنا نقول ومع ذاك نشرح لها لا لا لدينا المولود عدنا عيد صغير عدنا عيد الكبير يعني هذا الفرق هذا يستغلوه استغلوه وحنا فريسة لهذا الأشياء هي على كل حال احنا عندنا مسؤولية كمربيين كمنشتين كإعلام كأخصائيين وكامل أننا نعطي لولدنا برامج خاصة نتكلم على الطفل خلينا حتى الكبار والعائلات حقها أنها يكون عندها برامج جزائرية مستوحات من الواقع الاجتماعي علاش باش يحسروا حوي يحسروا حوي لأنه تعلو الأمم بالثقافة بالأخلاق والثقافة الشيء يفرق منه هذا لازمها تكون مستوحات من الواقع الاجتماعي كلام كوال كبير كاين بعض العائلات متين رام يشوفوه في فيلم عم يشوفوه في فيلم حكدا فيه شوية العنف ولا حرب ولا أي حاجة وما ينتبهوش باللي الطفل رأوا معاهم بالمرات يشوفوا الفيلم حكدا والطفل رأوا هنا لا يعني هذي لازم الأولياء ينتبهوا لها النقطة هذي الطفل لازم تراقبه لازم تراقبه نعم مراقبه وكهين نقطة أحد أخران تكلموا عليها وش رأيك في التلفاز في غرفة الطفل أنا 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 ضد التلفاز في غرفة الطفل يجي هو يصبح مدمن يصبح إدمان ويصبح متحكم في البرامج تعوين يحبوش يشوف يصبح إدمان يخليك تغيب عليه دقيقة وغير يدير البرامج اللي يحبها والبرامج أكثر من سنه الأفلام العدوانية الأفلام المخيفة المواقع الإباحية للمراهقين رجعت خطر خطر يهدد شبيبتنا يعني يولى ملكيش المراقبة وين أنا رايحين وين أنا وش نقدرون شدوهم كيف هل حنقدرون شدوهم يعني بكري كان كنا تكلمنا في حصة سابقة على التفل والأنترنت كذلك وتكلمنا قلنا ما لازمش تخليهم لجوردينتور وكامرش في الغرف انتحم ولكن درك كان هواتف ذكية ها خطر أخطر كاريتا دونك لازم تروح تطفي المودام ولكن معلش على بنا بالدور الأولياء راه شاق راه الصعيب يعني المهمة تحهم شاقة ولكن معلش عادي في خطر نحاول نحاول قدر معلش على الأقل على الأقل غدوة من غدوة وليدك يكون عنده مشكل نفسي ولا مشكل في النمو وتاعو في تطور النمو وتاعو على الأقل ما تلو مش تنفسك تقول أنا حاولت يا ربي حاولت يعني مسؤوليتك إنك تحاول هي النتيجة كما نقول للأطفال في الدراسة وكامل ما تقولش باللي لا لا أنا فاشل أنا ما نقدر لا لا قرأ ومن بعد على الأقل راح تقول بلي حاولت هذه حتى في الحياة يعني الإنسان ما نزومش يكون بيسيميس يعني متشائل اليأس هذاك والتشاؤم هذاك اللي في بداية الطريق هذاك هو اللي يهدم كل إرادة نرجع لك مبعد أستاذة خدير حورية باش نتكلم على تصنيف البرنامج مع السن وكامل حبيت تكلم معك أستاذة عالجية جيلاني 17 سنة في سلك التعليم مع الأطفال مع أولادنا يعني تعرفيهم كيف يفكروا كيف حبيتك يرو كان تكلمين على يعني ما هو دور المدرسة لأنه الطفل مثلا لما يشوف فيلم يعجبه ولا مباشرة غدوا راح يجي يحكي عليه مع أصحابه وانا شفت البارحة فيلم تاع الكاراتي اينا شفت فيلم واحد شفت فيلم تاع حرب شفت كذا يا هل ترى في المنظومات التربوية انتما لما تاخدوا التلاميذ يشوفوا فيلم ولا تعرضوا فيلم في القسم بالمرات هو ثائقي ولا هل اختيار هذا البرامج هذي وكذلك كيفاش تقدروا توصلوا للطفل أنه لازم عليه يعرف واش يشوف ولازم عليه يكون حذر وهل هناك اتصال مع الأولياء في بعض المرات ولا لتنظيم هذا الامر هذا تاع الطفل والتلفاز بسم الله الرحمن الرحيم اللي بدأ بالسؤال الأخير في الاتصال مع الأولياء عدنا اتصالة واجتماع الدورية في المدرسة وانتصلوا مع الأولياء باش ندرسوا بعض النقاط اللي نكتشفوها في التلاميذ تاوعنا دغ القسم وهذه النقاط اللي نكتشفوها هي عبارة عن سلوكات إما سلوكات إيجابية إما سلوكات سلبية نتنقشهم على الأولياء تحهم وأحيانا هذه السلوكات هذي تشدر من عندهم مصر تكون عندهم مصر مصيبة ونعود نقول الأخصائية نفسية لذكرة التلفزيون كفرد من أفراد الأسرة لكن نستغلوا القصة هذي يعتبر التلفزيون كفرد من أفراد الأسرة بالنسبة للطفلة هذيك مرافقة معاملة أفراد الأسرة نحطوه كفرد من أفراد الأسرة ونديروا له معاملة خاصة كما نتعاملوا مع الوالدين نتعاملوا مع الإخوة مع الجيران مثلا ندخلوا في الأسرة نلقوا التلفز نتعاملوه كفرد من أفراد نديروه كفرد من أفراد الأسرة كيفش نتعاملوا معه إذن الفرد هذا إذا دخلناه في الأسرة لحسب فكرة التلميذة والطفل هذيك الصغيرة كيفش نديروه نتعاملوه مع التلفز كما قالت التلفز له سي لحد وحدين إذن الطفل هذا لازم له مرافقة في البيت لازم له مرافقة في البيت وهذه المرافقة تكتمل في البيئة الثانية لها المدرسة البيئة الأولى هي الأسرة البيئة الثانية هي المدرسة والمدرسة كمؤسسة طربوية تسعى دايماً كي تزرع ذلك النظام تزرع ذلك الأفكار النيرة يعني القيم القيم الخلقية لدى التهيض هل تتكلموا في المدرسة الطربوية عن البرامج يعني بالمرة مع الأطفال هكذا يقول لكم ماشي يشوفوا وأنتم ما تقولوا لهم باللي هل شفتوا هذك الريبورتاج هل شفتوا هذك المسلسل هل شفتوا هل المدرسة توجه شوية ذوق الطفل؟ نعم توجهوا طبعاً توجهت هما كي بدأوا يحكوا الأطفال كي بدأوا يحكوا لنا احنا نشوفوا احنا ما نحبسوهم ما نوقفوهم ما نوقفوهم لأنه تعتبر بنسبالي هو برنامج مفضل لديه ما نحبسولوش هكذا ثمثم لكن نعطيه له بعض الأفكار اللي رايح يتخلى على البرنامج السيء تدريجياً باش تحبسوه مباشرةً بمستحق يعني ما تقدش تعالج النار بالنار الشي ينفرغ منو هذا النار لتعالج بالباقي نحطولو أفكار ولا نحطولو بدائل عندنا مثلاً داتاشو جيبولو دي فيديوهات بدرد تخدم البرامج المدرسية في نفس الوقت عندها تطلع المجتمع إنو ما نخدموش فيه تنبي الظوك تاعو أنا بالمرات شفانا كنت صغير مثلاً كنا غير نشوفو هكذا شاريط وثائقي نوضو كنا عادي نقولوها ونعودوها يعني كنا شاريط وثائقي نوضو بلا ما نشوفو وش فيها هلك شاريط واحد النهار الوالد نتاعي قال لي وعلي شرك نايد قتله شاريط قال لي أبك شو شاريط قتله لا لا قال لي قعد كان في عمري كنت صغير 12-13 سنة ولقحت كان شاريط وثائقي شفاه حول ثروات البحار حتى قده انبهرت يعني قعدت نشوف هذيك الشاريط هذيك شحل مفيت بعد وليت نتبحهم ونشوف الروبورتاج لأنو الطفل احنا مسؤولين على تنمية الذوق نتاعو إذا كان الذوق نتاعو راح غير رسوم المتحركة ولا يروح غير الأفلام مثلاً من بعد يشوف الروبورتاج ولا يشوف ناس يتكلموا على موضوع ما ولا راح ينوض يعني ما يشوفش هذه هي مسؤوليتنا نحنا الأولياء يعني مهم أنا كأستاذة تلاميذية طوري بعض أفكارنا ما نعرفهمش خاصة في عالم الحيوانات عالم البحار عالم النباتات في الجغرافيا رغم أني أستاذة في الإبتدائي لكن هذا التلاميذ هذا الصغار هذا هذا البراءة هذا هذه هي العجينة تملي العجينة ما شاء الله يعطوك أفكار أنا رأني كبيراً ما نعرفش هذه المعلومات منين جابوهم وين شفتهم دايما يقولوا يا أستاذة شفناهم هنا شفناهم هنا شفناهم هنا شفناهم يعني لمدة كبيرة على هذا الموضع أطول إذن هو شحيد نحن بطريقة غير مباشرة وشانا نديروا له راح ينبعثوهم يشوفوا هذا البرامج اللي تفيدهم باش يعودوا لي والقسم أستاذة أنا شفت هذا البرنامج وتعلمت هذه وتعلمت هذه وهذه تكون مكملة البرامج المدرسية جميل 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 شكراً شكراً أستاذة شكراً 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 سي محمود عبدالغاني ركب معنا اليوم كأب كولي أمر وكامل مرحبا بك حبيت كنو كانت تكلمنا انتا كأب كولي أمر كيفاش تتعامل مع التلفزيون مع أولادك ويا هل ترى وقعتلك كانش حديثة كدوين أولادك أصبحهم مدمينين على التلفاز وكيفاش درت باش تعاملت مع هذا الوضع ووش هم نوع البرامج اللي شوفهم أولادك ويا هل ترى تشوف تلفزيون مع أولادك وأي برامج تشوفهم مع بعضك فضل شكراً بسم الله الرحمن الرحيم أنا أب وأولادي موجودين هنا الله يبارك الله يبارك محبوبين إذاً مدامنا موجودين هنا راح نتكلم بصراحة بصراحة ككل أسرة جزائرية ككل أب جزائري تلفز هو عضو من العائلة عضو لكن هنا كان برامج كثيرة قنوات كثيرة بطب قنوات أجنبية وهذا هو لازم الوالدين إذا انترفيهم لازم يدخلوا روحتهم في هذا النقطة نعم لازم ندخلوا لازم نختار ماذا ما هي البرامج اللي ما هي القنوات اللي نخلوها خلوا أطفالنا يتفرجوها نحكي على محمد نرهان يحبوا قنوات أو ما يحبوا قنوات كثير يحبوا قنوات ميكي أو نجيو بدون زيادة أو نقصان هذا وش يحبوا لدي رسوم متحركة بزاف رسوم متحركة ولكن كاين ما نقدروش نصغلوا رسوم متحركة كثير ولكن رسوم متحركة أستاذ كاين أنا وحد النهار ما كانش على بالي بالي فرسوم متحركة كان رسوم متحركة على العنف نعم نعم لمونغا وكامل وهدي يعني مبعد نتكلمو على التصنيف البلد وعمر الطفل وعذا الدور كلمة كو الكبير الوالد يدخل يشوفوا لديها يشوف ميكي إذا ما كانش عنده ديراية بل الميكي كذلك يعني رسوم متحركة ممكن في أغلب الأحيان فيها عنف وفيها ما تكونش عنده ديرا يقول كولي ديرا ويشوف رسوم متحركة خلاص مش مش مشكل ومن بعد حتى يتفاجأ به ولا عنيف ولا كذا ولا يعني تأثر مباشرة على نفسيا وهنا يكمن دور الأب والأم وخاصة الأم اللي هي تريح الوقت الكبير مدة أطول مدة طويلة هي تريح هنا من الواجب أن الأم والأب يشوفوا وشا ويشوف الطفل يشوفوا هذا الميكي مثلا ما الموضوع ما يخليه يصغل أي ميكي يصغل له إذن هنا الأب والأم وخاصة الأم نقولوا لأن المدة الأطول تريح مع أولادها تشوف هذا الميكي هل فيه عنف هل فيه أشياء تتنافى ودننا وعاداتنا وقيمنا وقيمنا لازم نغرب الماذا يرى الأبناء ما نخلي الطفل إذن أنت وزوجة الكريمة ووقفين على هذا الشيء يعني تشوفوا الحمد لله وخاصة هي الحمد لله الحمد لله وكيف برامج تشاهدهم على عائلة كامل هكذا؟ نعم أنا نصغل برامج ميكي كونان نصغل له مع محمد ونرهان حتى يكمل الله يبارك الله يبارك وهل هناك مثلا برامج عامة كيف بعض البرامج يقول لك برامج عامة عائلية مثلا؟ عائلية خاصة خاصة القنوات الجزائرية نفضلوا برامج العامة نصغلوا قنوات الجزائرية الأجنبية لا جميل 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 شكرا 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 سليم حمود عبد الغني أستاذة خدير حوريا خصائية نفسانية حبيت نتكلمه له في عجالة أنا وياك على تصنيف البرامج شفنا باللي في الخارج بعض القنوات وكامل عنهم تصنيف يعني أقل من 12 سنة أقل من 16 سنة أقل يعني حتى في اللي جو فيديو يعني في الألعاب وكامل كان هذك السن ولكن كان حاجة مهمة جدا أنه هما داروا دراسة هما اشتهدوا وداروا دراسة على ولدهم لأنه الطفل أقل من 12 سنة في دولة أوروبية ولا طفل أقل من 12 سنة في دولة عربية ولا إفريقية ولا أسترالية ولا ما هوش نفس الطفل أنا نظل لازم نحن كذلك اجتهاد اجتهاد ونديروا دراسات ونشوف أطفالنا يعني لطوليرانس تاحهم يعني السن اللي لازم ما يشوفوش فيه برامج وكامل ولكن لا علينا الناس اجتهدوا داروا دراسات وكامل احنا على الأقل نحاول نشوفوا هذك الأفلام وهذك إلا شفنا أقل من 12 سنة لا يسمح ما نقريش وليد يشوف على الأقل هما داروا دراسات وكامل ولكن البرامج انتعنا احنا انتعنا بالمرات أدرك حنا راح نطالبوا الأولياء باش هما يجتهدوا دونك بالمرات شفت وليدك انت ايا ويشوف في مسلسل مثلا مسلسل ما نذكرش اسموه مسلسل هكذا وليدك في عنو 12 سنة 11 سنة تشوف ومود من على هذك المسلسل أنا نقول الأولياء أقل شيء أنك تشوف حلقة هذي يعني أقل شيء يعني أضعف الإيمان أنك يا وليدي وشترك تشوف نقدر نشوف معاك هاي تقعد وتشوف معا تم تشوف وتم أنت تأخذ قرار كولي أمر دونك إنما دابيا نتكلمه على تصنيف البرامج هذي مع مراحل نمو الطفل يعني كيفاش يكون تأثيرها وكيفاش حنا نقدروا كما تكلمت دولك كيفاش نقدروا نعطونا صحيح الأولياء كيفاش يقدروا تعملوا مع هذا البرامج أنا حبيت نقول لك على ذكر تأثير السلبي ذكرت واحد الحادثة صرت عندها عامين هنا في الجزائر في الشرق الجزائري أو لا إلا نتذكروا هذك رؤسوم التحركات على كونان هو اللي كان يتكلم عليها الأستاذ عبد غاني على بلك وش سرى أخ يزيد الطفل انتحر خطر هذا المحمود رك في خطر أنا جاي نتحر هذا الطفل صرت في تبسة ولا في قسنطينة ولا أنسيت ويني وش من الولايات ماذا كان السبب؟ السبب بأنني رأيت هذا الدساني ما يلعب من شعرفه حبي يدير كيما هو حبي يدير كيما هو هذي صرات عامين هذي صرات عندها مدة عامين هذي صرات عندها مدة عامين ودر الحبيلة هو يلعب باش تشوف يعني البراءة الطفولة وين تلحق يقلد فيه در الحبيلة وعم بده هو يلعب فعندت لهم بعدك ما يسرى لو ويلو فبالطفل انتحر يعني هذي قصة ما نقدروش نجاهلوها باش نشوفوا يعني خطورة تلفازها التصنيف هنا حبيت نقول لك تصنيف البرامج يعني بعض البرامج كيما كيما قلت في الدول الأوروبية يعني رسوموا تحركات من سفر إلى عام عامين يديروا تحديد يعني ومعامل حتى اللات دلوا لهم قنوات خاصة ايه دلوا لهم قنوات خاصة ايه قنوات خاصة قنوات أقل من عامين توفوا الاجتهاد ونفسك ايه اجتهاد دلهم من الحق يعني ستتقابي ديالهم من الحق يعني ستتقابي دياله بازي سور ديازت سيونتيفك يعني على دراسات علمية أكيدة يعني ترتكز على مراحل النمو الطفل احترام النمو الطفل يعني في المرحلة الأولى يمكن الطفل هنا يقدر ينمي قدرات العقلية في المرحلة الثانية، نقود الميدان الانفعالي الاجتماعي ومعدك، المرحلة المراهقة، احترام المراهقة نقوم لهم الأفلام التي تنص على المراهقة يعني، المشاعر وبعد ذلك، يعني إحنا ما نقود وعلي ما نقدرش نقوم بعمل نفس الشيء يعني معتابندين على الدراسة يعني حبيت نقولك هي دراسة علمية تعتمد على دراسة علم النفس يعني يجيبوا مختصين نفسانيين جزائريين من كل ولاية ولا من كل قطر ولا من كل أخر على قد نديروا دراسة مقارنة مقارنة نجتهدوا كما تقول إجدهاد شوية حتى نفيد الجيلة وعنا بحاجة أكيدة لتمص المجتمع تعنا يعني ما كان لها نروحو بطب بطب شكرا 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 لك إذن يا أولياء إن شاء الله ستكونوا سفتوا معنا إذن التلفاز هو سلاح دوحدين قادر يفيدنا ولا قادر يهدم شخصية ولدنا لازم يا أولياء تراقبوا وشا ما يشوفوا ولدكم هذي مسؤوليتكم لازم تراقبوا وإلا دخلك الشك ولا حبي تعرف شفت ولدك مدمن على برنامج ولا شوف معه هذك البرنامج شوفوا إن شي سوا هذك البرنامج وانت كأب ولا كأم وش رايك في هذك البرنامج لأنه مهم أنك تراعي مراحل نمو الطفل كين بعد البرامج للطفل ما لازم شي شوفها في سن معين خاصة خاصة برامج العنف إذن إن شاء الله تكونوا سفتوا معنا تقدروا تواصلوا معنا عبر موقع الإنترنت ولادنا تحتجنا ح وإلا صفحة الفيسبوك ولدنا تحتجنا حنا سلام صحة علم حب حمام لا مقهولة ولا مدلولة تلعب تحيا بسلم أمان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان